السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قام الأخ أخصاء الحجامة محمد عيسى بإجراء بحث طبي وعملي لمعرفة ما إذا كان هناك فرق بين دم الحجامة ودم الوريد أولا قمنا بأخذ عينة من دم الوريد للشخص المتبرع وهو في العقد الثالث من العمر ولا يشكو من أي أمراض ومن ثم قمنا بأخذ عينة أخرى من نفس الشخص عن طريق إجراء الحجام له وقد اخترنا موضع الكاهل وكانت العملية كالتالي أولا قمنا بتعقيم المكان ثم وضعنا الكأس ومن ثم تم ضغطه مرتين وتركه مدة عشرين ثانية ثم نزعه ثم التشريط العمودي لتسهيل عملية نزول الدم في الأنبوب ثم وضع الكأس لمدة لا تزيد عن خمسة وعشرين ثانية ثم نزع الكأس وأخذ العينة ومن ثم وضعه مباشرة في الآلة المخصصة لإجراء الفحص ولقد أجرينا نفس العملية السابقة لشخص آخر وهو في العقد الثالث من العمر ولا يشكو من أي أمراض لكن قمنا بأخذ العينات بطريقة عكسية أي بإجراء عملية الحجام أولا ومن ثم سحب الدم من الوريد ثانيا بهدف معرفة ما إذا كان هناك فرق في النتائج العكسية فأفادنا كلام فني مخبري أن نسبة الهيموغلوبين وكريات الدم الحمراء وخضاب الدم كانت أقل بفارق ثلاث درجات في دم الوريد بالنسبة إلى دم الحجامة أما بالنسبة إلى قريات الدم البيضاء فإنه لم يتغير عليها شيء ولم يكن هناك أي فرق وبالنسبة إلى البلاكات كانت أقل لأن عملية السحب في الوريد طريقة سليمة بخلاف طريقة الحجامة فكان من الطبيعي أن تخرج أقل وقال بعض الأطباء أنه عندما عملنا الحجامة ثم سحبنا دم الوريد كانت مكونات الدم أفضل لأنه الذي يحدث كأنه هجوم على الجزم ويحتاج إلى دفاع والشرطة تعمل على تحفيز الجهاز العصبي وتنبيه الدماغ عصبيا ومن ثم يأمر الدماغ الجهاز المناعي بتزويد المكان بالصفائح الدموية حتى يتم تجلط الدم وأيضا بكريات الدم البيضاء حتى يتم مقاومة أي بكتيريا أو جرثومة دخلت عن طريق الفتحات فبالتالي يزود الدورة الدموية في المكان ويعوض الدم الخارج ووردنا أيضا كلام مختص طحاليل طبية أن نسبة الهيموغلوبين كانت أعلى في دم الحجامة بسبب خروج مادة لبلازمة وهي عبارة عن سوائل عندما تخرج من الجسم تتبخر لا يعني أنها تصبح غازا لكنه عبارة عن سائل ويتبخر لذلك ارتفع الهيموغلوبين ولما أخذنا دم الوريد قبل عملية الحجامة كان هناك نقص في الهيموغلوبين ونقص في قريات الدم الحمراء وزادت الأجسام المضادة إذن الجميع أجمع على أن دم الحجامة مثل دم الوريد هو دم صافي ليس فيه شوائب أو شوارد أو سموم أو أخلاط أو خلايا ميتة أو خلايا هرمة أو أنه دم فاسد كما كان يقال وسلامنا لمن لديه القدرة لتوثيق بحث يشمل عدد معتمد مثل هذه الأبحاث وبنفس المعايير والجودة التي قدمها الأستاذ محمد هي دعوة لأصحاب الفضل والفضيلة بالقيام بالمبادرات التي تصب في نفع الناس بعلم الحجامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر